السلام عليكم خوتي خوتيتي كديرين لبس عليكم بخيرين نتمنى تكونوا باخر وعلى خير ان شاء الله وانتما تشاهدوا هادلا فيديو بسم الله نبدأ بالصلاة على خير خلق الله اللهم صلي وسلم وبارك على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاة والسلام اليوم ان شاء الله احبابي غادي نشارك معاكم واحد شيز كيك كي يجي رائع في المداق وبسم الله نبدأ المقادر عندي هنايا واحد البيضاء ونصف كاس ديال السكر سانيدا نصف كاس ديال الزيت اللعبار دائما بكاس العنباء وكاس إلا ربع ديال الحليب عندي هنايا زوج صاشيات ديال من وزنت مليا جرام وحدة ديال خميرة الحلوى وحدة ديال سكر الفاني وعندي هنايا المول القطر ديالو 26 سنتيمتر هاد شيز كيك ان شاء الله غادي نحضرها معاكم غيب الزربة را ضغية كتوجد هنايا را ضفت الزيت وضفت السكر والحليب كل شي غادي نضيفو في خطرة وحدة غادي نزيد سكر الفاني واللي عندو الفاني السائل يضيفو هني غادي نخلط كل شي غادي نخلطهم زيان هاد شيز كيك را درتو غيب الزربة راشي ساعة ونص في ولا تجاهزة انتو ما تقدروا تديروها ليلة قبل خاصها تبات ليلة كاملة عاد كتجي مزيانة وخاهاكا جا تزوينا غادي نضيفو وحدة المعرقة ديال الخل ووحدة القبيصة ديال الملحة غيوحدة الرشة ديال الملحة را تشيز كيك ملكة تبات ليلة كاملة كتجي أحسن ونصيحة الأخوات المبتدئات آآ يلا بغيب الزربة ويحضروها ويقدموها في النهارها خاصها تسقها مزيان خاصنا منينسقيوها بالسيرو اولا بالعاصير خاصنا نسقيوها مزيان باش غيدك الساعة ولا ساعة ونص اللي تبقى آآ في التلاجة صافيكا جيرتبا هني غادي نطرب مزيان مزيان هني يا را خدمت هاد الخليط طربتهم زيان بهاد الخلاط تحصلت على هاد الرغوة صافيكا جيرتبا غادي نضيف دقيق تدريجيا وخميلة الحلوة دائما كان خليتها الأخير غادي نزيد شوية ديال السميد كيعطي واحد الهاشاشة الكيك دائما الكيك كنضيف معه واحد جوجة او لثلاثة معلق ديال السميد صافيه هني غادي نخلط الدقيقه صافيه غادي نخلطه صافيه باش يندمج معه الخليط هاد شيز كيك غادي نديرو غيب جوج طباقات واحد طبقة ديال الكيك وواحد طبقة ديال الكريمة وفي الاخير ان شاء الله غادي تشوفو تزيين غادي نزينها غيب الديسير را دغية وجدتها ما وجدتها غيب واحد الوقت زعمها قصير الكيك منين ما كيكونوش فيها ثلاثة او لربعة ديال الطبقات ما كاديش الوقت بزيف هني غادي نضيف خميرة الحلوة را نسيت مغرب التهاش حيث زربانه ضغيه كنوجد هاد الكيك غادي نضيف عليها واحد جوج معلق ديال الحليب باش غادي تدوب كما كتشوفو معنا را نكون قويرات الاخلط هكا مع الخاليط ما غاديش تفعل ما تعطيش المفعول ديالها هني اضفت عليها واحد جوج اولا ثلاثة معلق ديال الحليب غيب باش غادي تدوب را خاص شوية ديال دقيق غادي نزيد واحد شوية ديال دقيق اهنا دقيق را عندي مغربل ديجا غربل توقبل غا نزيد غي واحد جوج معلق معامرينش ديال دقيق صافي دا بغادي نخلطها كد من الخاليط واش اه تخلط كامل اه دخلو الدقيق كامل وهنا كما كتشوفوه كتجي على هاد القوام هنا دائما من انك نكبو الكيك خاصنا نرفعو شوية الفوق باش الكيك كيجي فيها الهواء الداخل وكتجي خفيفة بهاد المقادير اه كتجي الكيك را فيها غي سنتيم او الا سنتيم وشوية هنا يا صافي غادي نقد لها هكا السطح ونضربها شوية على سطح العمل باش يجي الكيك مقد دابا صافي هنا غادي ندخلها الفران على درجة الحرارة 180 درجة هنا صافي الكيك را هواجد ودابا غادي نسقيها بالعاصير اي نوع ديال العاصير اللي عندكم انا غادي نسقيها بهاد العاصير او لا تسقيوها بالسيرو اي حاجة بغيتو تسقيوها بها انا عندي هاد العاصير ديال الفواكه مخلط العاصير دائما كي يعطي لها واحد نوكه او واحد لوكه رائع هنا غادي نسقيها مزيان مزيان مش ينسقيها باش تجي مع الجنة ولكن غادي نسقيها غي باش ترتبو صافيه غادي نسقيها باش ترتبو صافيه غادي نسقيها منيكه نسقيو الكيك ما خاصناش نسقيوها بزاف باش ما ديش مع الجنة لداخل عندي هنه يا كاس ديال العنبه عامر بالعاصير به اللي سقيت هاد الكيك وهده تشيز كيك را كتجي رائع رائع في المداق هنه يا غادي نسقيها وغادي نحطها على جنب را سقيتها ما ذكرتش باللي راها بقي سخونة غي خرجتها من الفران ديريك تسقيتها ما خليتها شتى تبرد دابا غادي نحطها هنه يا على جنب وغادي نحضر معاكم الكريمة ان شاء الله هاد الكريمة را كتجي رائع في المداق عندي هنه يا تلاتة المعالق ديال كريم باتيسير هنه غادي نخلط ونعطي لكم المقادير في نفس الوقت تلاتة ديال معالق ديال السكر وعندي هنه يا وحد العلبة ديال دانون ديال بيرلي هنه غادي نخلط مزيان وغادي نوضعها على النار هنه غادي عندي اه وحد تلاتة ديال حبات ديال الموز اولا ديال البنان قطتهم هكا دوائر غادي نستفهم فوق الكيك هادي نحطهم هكا كاملين فوق الكيك نغطي الوجه كامل هرا الكريمة ضروري تبقوا معها في تحريك انا را خليت بنتي را هنه يا كاتخلط اه مقابلة لي الكريمة را ها على النار وهيكا تخلط فيها وانا في نفس الوقت غادي نغطي الوجه ديال كيكا بهاد اه الشرائح ديال البنان هنالي ضيق الوقت را ما صورت كل شيء والكريمة صافة هي واجدة را الكريمة الى ما خلطناها اش اه هي على النار احنا كنخلطو فيها را كتلسقو كتتحرق هنه غادي نزيد هاد العلبة ديال ياغورت بيرلي اولا تزيده كرين فريش انا ممتوفرش عندي كرين فريش في هاد الساعة را زد هاد العلبة ديال دانون هنه غادي نزيد شوية ديال القرقاع غاينفرتها كبيد ديال وصافة تقريبا عندي هنه اشي عشرة ديال الحبات ديال القرقاع هنه غادي نضيفهم على هاد الكريمة وغادي نخلطهم زيان دابا هنه يا صافي غادي نخلطها نخلط باش تخلط هاد الياغورت وهاد القرقاع باش يندامجوا وغادي نكبها هنه يا على الكيك ندخلها لتلاجا نخليها واحد عشرة اولا عشرين دقيقة غادي ندخلها للمجمد نخليها غادي واحد عشرات بقيقة باش ما غاديش تجمد غادي تبردو تشد فراسها مزيان ونخرجها نزين هاي ان شاء الله بالفواكه والتزين دائما كيبقى حسب الاختيار وحسب المتوفر هنه يا غادي نكبها هكا غيع شو ايه وصافي غادي نسرحها غيب هاد اسباتيل بلا ما غاديش نقدلي هالوجاه حيث غادي نزينها لفوق كل واحد يزينها حسب الاختيار ودبا غادي نزينها انا بالديسير انتوما تقدروا تزينوها بالديسير اولا بالمكسارات ندخلها لتلاجا غي واحد الساعة اولا ساعة ونص صافي تكون وجدة ان شاء الله احبابي كون عجبلكم الفيديو وما تنساوش اللايك وبرتاج واشتراك اللي ما زل ما اشترك في القناة فضلا وليس امرا نشكركم احبابي جزيل الشكر على المشاهدة وعلى تعليقكم الزوينة كنشكركم جزيل الشكر الى فيديو قادم ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة